أهلا بكم نبدأ من غزة حيث يتأثر القطاع ابتداء من اليوم بحالة من عدم الاستقرار الجوي وعودة متوقعة للأمطار ويكون التقس بريدا نسبيا خاصة خلال ساعات المساء والليل ما من شأنه أن يفاقم وضع النازحين الذين يتعرضون مباشرة لأجواء السقيع دون توفر ملابس تقيلة أو حتى جدران تحميهم من هذا البرد القارس وصل الإعصار ميشوانغ إلى الساحل الجنوبي الشرقي في الهند على شكل عاصفة إعصارية قوية مصحوبة برياح وصلت سرعتها إلى أكثر من مئة كيلو متر في الساعة فيما لقي عشرات الأشخاص حتفهم جراء الفيضانات قبل ساعات من وصول الإعصار إلى اليابسة بينما يعكف المسؤولون عن تقييم الأضرار وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية من أمطار غزيرة بشكل استثنائي متوقعة خلال الساعات الأربع وارعشرين المقبلة الفيضان المدمر الذي ضرب منطقة أمو جنوب إثيوبيا منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع ترك العديد من السكان بلا مأوى وبحاجة إلى المساعدة وهم الآن يكافحون من أجل العثور على المأوى والضروريات الأساسية ويطلبون المساعدات من السلطات والمنظمات الإنسانية وأدى الفيضان إلى النزوح ما يقرب من ثمانين ألف شخص وفقا للجنة الإنقاذ الدولية ما لا يقل عن ثلاثة وعشرين شخصا لقوا حسفهم بعد ثوران بركان ميرابي في غرب إندونيسيا ولازال البعض الآخر في عداد المفقودين بركان ميرابي الذي يعد واحدا من أكثر من مئة وعشرين بركان نشط في البلاد طار صباح اليوم الثلاثاء وهذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي يثور فيه البركان هذا الشهر غطت الثلوج والجليد أجزاء من شمال إنجلترا بعد تساقطها بغزارة ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وتقطع السبل بنحو مئتي مركبة وقالت الشرطة وخدمات طوارئ أن الثلوج والجليد تسببت في حوادث كبيرة وتم وضع تحذير أصفر للجليد هذا ويتوقع مكتب الأرصاد الجوية هو طول مزيد من الأمطار والثلوج على التلال في هذه المنطقة توقع این الم medio توقع توقع توقع